موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال وصلنا كثيراً من طرف المتابعين الكرام هل تتجه السلطات الجزائرية نحو تجنيد غوغاء الشارع من أجل تفادي اندلاع أي حراك شعبي ضد النظام القائم هذا السؤال الذي طرحه الكثيرون زادوا من وطيرته مع أحداث اقتحام مقر مديرية العامة لسونطراك حيث أن مجموعة من مشجعي فريق ملودية الجزائر حاجموا واقتحموا هذا المقر بزعم أن هناك أن السونطراك لم يتم دفع أجور لاعبين ووضعت علامات استفهام حول هذه الحادثة منذ فطرة تحدثت وأشرت إلى معلومات تقول بأنه تم استدعاء ما يعرف بالبلطجية شوارع الجزائر في بعض المدن إلى مراكز الأمن وبالطريقة التي كانت قائمة في عهد بوتفليقة حيث يتم الاعتماد على هؤلاء للبلطجية إن صحت التسمية ويتم استدعاءهم في مراكز الأمن وتحريضهم على مواجهة أي مظاهرات محتملة في بعض أو في كثير من البدن وهذا الذي حدث بالفعل وتم توثيقه في كثير من المرات منذ أيام أشرت إلى أن هناك معلومات على أن هذا الأمر صار قائما وتم استدعاء بعض الأشخاص ممن كانوا يقومون بهذا الدور وهو الذي أباح به إلى أصدقائهم ومشاة الهدرة بأن هؤلاء تم استدعاءهم وتحريضهم على القيام بأعمال شغب وأعمال عنف في حالة ظهور مظاهرات سلمية ترى هل هذا الأمر يجري القيام به من طرف سلوكيات فردية من طرف بعض المسؤولين في الولايات أو أن هناك أوامر فوقية من طرف الأجهزة الأمنية هذه لا أملك عليها أي إجابة وإن كانت كل المعطيات تقول أنه من غير المستبعد أن تكون أوامر من طرف أجهزة أمنية خاصة أن هذا الطرح هي النظرية التوفيقية النزارية التي كانت قائمة في عقود من قبل وبدأت تظهر هذه الحالة بعد خروج توفيق من سجن العسكري بالبليدة وتبرئته مما نسب إليه من اتهامات وموجة إليه اتهامات السلطات وحكم عليه مرتين بخمسة عشر سنة سجن وفجأة طلقه بخمسة عشر سنة إلى براءة تم أو أيضا استعادة خالد النزار من إسبانيا في طائرة رئاسية وما إلى ذلك وأيضا المعطيات التي التحدث على أن هؤلاء صاروا شبه مستشارين لدى شنغريحة حيث يستغل نفوذ هؤلاء ويستغل مكانتهم وشبكاتهم من أجل إرساء دعائم نفوذه ودعائم سلطته التي تتوسع في الآوينة الأخيرة إذن استهداف اقتحام سونتراك سونتراك هي شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الجزائري الدولة الجزائرية لا تملك اقتصاد تملك اقتصاد رئي مبني على النفط تمثله سونتراك أمر آخر أن هؤلاء انطلقوا من الملاعب ونحن ندرك مدى الغوغائية في الملاعب فهؤلاء وأيضا أن هناك من أشارة إشارة إلى وجود ما يشبه تحريض حيث نذكر في هذا السياق أن وزير الطاقة عبد المجيد عطار قال إنه غضب تمت إثارته أو التلاعب به ولكني لا أعرف السبب إذن هناك جهات تلاعبت بها وإثارته من طرف هذه الجهات لم يذكر عنها شيئا أما عبد الناصر علماص رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر فقال مجموعة من أنصار النادي اقتحمت مقر سونتراك بتحريض من أطراك ترى هل هذه الأطراف هي أطراف رياضية فقط وأنا أجزم أنها خارج الإطار الرياضي ترى من هي هذه الأطراف التي حرفت وفي هذا الظرف أولا استهداف سونتراك أمر الثاني أنه خلال فطرة ما بقتش إلا حوالي عشرين يوم حول الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبري 2019 أيضا جات في ظروف هناك دعوات واضحة وبينة تدعو الجزائريين إلى الخروج إلى الشوارع في 22 للمطالبة بإسقاط النظام هذه الأمر الثالث اندلاع مظاهرات شفناها في الأغواط حيث خرج الناس إلى الشوارع رغم أن مدينة الأغواط اعتبرت أنها من أكبر المدن التي شاركت في الانتخابات وراهنت على المسار الانتخابي أن يكون الحل ولكن للأسف الشديد هذلك الرهان سقط فعادت هذه المدينة وخرجت إلى الشوارع تطالب بالحقوق وبعض الناس يقول لك هذه حقوق غير مسيسة وحقوق مسيسة هذه كل ثورات وكل أي مظاهرات وأي حراك تبدأ بأسباب بسيطة وبعد ذلك تتصاعد وتصل إلى مطالب أخرى تتعلق بالمنظومة السياسية برمتها أيضا اندلعت مظاهرات في جيجل لتطاع لديها أيضا مطالب ومحتمل جدا أنها تندلع مظاهرات في عدة مدن أخرى أيضا نذكر أن مدينة بجايا وتزيوزو وهما ولايتان جزائريتان لم يتوقف يوما عن التظاهر ضد النظام المهم كل المعطيات توحي على أن هناك احتقان شعبي ليس سببه السياسات القائمة فقط بل أيضا سببه الأوضاع التي آلت إليها سياسيا حيث وقعت ردة حقيقية على المسار وعود المؤسسة العسكرية بمرافقة الحركة الشعبي إلى غاية تحقيق مطالبه تم الانقلاب بمعنى الكلمة على هذه المطالب بل لم يعد أي مكان للحركة الشعبي ولا ذكر لي ولا وجوه الحركة الشعبي أنها الآن تشارك في صناعة القرار السياسي أو حتى في كجهات استشارية تأخذ بعين الاعتبار مطالبها وموقفها أبدا كل ذلك غير موجود بالمرة الواقع أن هناك منظومة واحدة مجموعة هيمنت على السلطة لا تريد أن يشاركها أحد وتريد كأنها تصف حسابات ضد المسار وضد الحراكة بل أنه ذكرنا منقبل أن هناك استعدادات لخيارات أمنية ضد الحراكة الشعبي ولم نقول ذلك من باب تخويف الجزائريين من الخروج كما توهم البعض بل أيضا من باب أخذ الحيطة والحذر ويجب أن تكون مستعد إلى أي نتائج في حال تحملت المسؤولية فالأوضاع الآن في فيفري 2021 ليست مثل الأوضاع في فيفري 2019 هذا على مستوى السياسي أيضا على المستوى العسكري المؤسسة العسكرية الآن عادت إلى منهجها وخيارها الأمنية الذي كان قائما من قبل وشنغريحا الذي يقود للجيش ويقود قيادة الأركان صار يظهر أن توجهاته تختلف تماما على توجهات القاعدة الصالح التي في جزء كبير منها على الأقل تماهت مع مطالب الحراك وأيضا أنها لم تتخذ الإجراءات الأمنية والخيار الأمني ضد المتظاهرين وضد مظاهرات الشعب الجزائري التي في البداية طالبت بنهاية العهدى الخامسة ولكن فيما بعد وصلت الأمور إلى المطالبة بإسقاط النظام والشعار المعروف برحقه مما لا شك فيه أن الجزائر على موعد انفجار حقيقي وهذا الانفجار سليس عبارة عن انفجار سلمي يتمثل في مظاهرات شعبية تجداح الشوارع بل أنه انفجار أمني أولا السلطات الأمنية والعسكرية تستعد للخيارات الأمنية تجاه أي اندلاع لأي حراك شعبي بالنسبة لها الحراك الشعبي انتهى راح بتفليقة معناها انتهى وليس لا توجد شيء اسمه حراك شعبي لديه مطالب هذه هي الحقيقة القائمة الآن المؤسسة العسكرية تنظر إلى أي مطالب الآن شعبية ومظاهرات هي عبارة عن انفلات أمني تتعامل معه بخيارات أمنية وهذه هي النظرة التي يجري الحديث عنها من طرف الأجهزة الأمنية والاجتماعات والقيادات الأمنية فهي تتعامل مع الشارع بمنطق أمني أيضا تتعامل مع الحدود على أنها حدود تهدد أمن الجزائر تتعامل بأن هناك تنظيمات متشددة بدأت تعود إلى الواجهة أيضا هناك دول تتربص بالجزائر وما إلى ذلك من هذا المنطق الذي صار يسيطر الآن على العقلية القيادية في المؤسسة العسكرية المنطق الآخر الذي كان سائدا من قبل المؤسسة ستتماهى مع الشعب وترافق الشعب إلى غاية تحقيق أهدافه وأنها ستحافظ على دماء الجزائريين هذا المنطق لم يعد موجودا المنطق السائد الآن وهو منطق شنجريحة الذين عرفوا الفريق شنجريحة عن قرب يدركون أنه يفكر بطريقة خالنزار ويفكر بطريقة توفيق في مراحل سابقة لم يكن لديه سلطة القرار حتى يتخذ بل كان دائما يقدم مشورات إلى القايد صالح بل أنه حتى حاول تحريض من قبل القايد صالح تجاه أن يكون صاريما تجاه الشارع الذي حمل لفتات ضده وطالب برحيل القايد صالح أنذاك ولكن القايد صالح فضل أن لا يتخذ إجراء أنذاك ليس خوفا من الشارع كما قد يتوهم البعض بل أنه خوفا على المرحلة كاملة لأنه لو حدثت في تلك المرحلة أي مواجهات الجزائر الآن راهي تعيش في حرب أهلية ربما أسوأ بالكثير مما كانت عليه من قبل في التسعينة إذن هذه هذه الإشكالية إذن الشارع أيضا رهولغ درجة الاحتقان لأن الناس الآن يدفعون في الشارع الجزائري للخروج يدفعونه في إطار الانتقام في إطار الانتقام من السلطة التي ارتدت عليه وانقلبت على مطالبه لذلك الخروج للشارع الآن خروج انتقامي في ظل غياب أي رؤية وأي مشروع سياسي واضح المعالم يضع حد لرغبات الناس وعواطفهم الهوجاء التي إذا خرجت للشارع ستنفلت الأمور بلا أدنى شكل الرئاسة الجمهورية في إجازة مفتوحة الرئيس غائب مريض أجر عملية جراحية مشغول بوضعه الصحي أصلا منذ فطرة حتى قبل انشغاله لم يكن يملك سلطة القرار رئيس الجمهورية دخل لا عنده غطاء سياسي يتمثل في حزب سياسي قوي يفرض أجندته في الشارع ما كانش لا عنده رجال دخل بهم إلى الرئاسة آمنوا بمشروعه وآمنوا به ويدافوا على مشروعه بل أنه دخل وحده حتى بعض الرجال اللي كانوا معاه راحوا دخل نفسه إلى عشة الدبابير اللي صنعها توفيق وصنعها ويحيوا على مدار سنوات طويلة والقاروحوا في وسطهم وظهر ذلك جليا خلال الفطرة التي كان يعالج فيها وكيف كانوا يتلاعبون بأخباره بطريقة أرادوا منها ضرب ما امتلك من مصدقية ما كان عندهم مصدقية وبذلك نجحوا إلى حد كبير أنقذوا على أي مصدقية لرئيس الجمهورية في الشارع الجزائري وهذه حقيقة دعونا من الذباب الإلكتروني والحاشرات الإلكترونية التي تتواجد بأسماء مستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي وتسب هذا وتصنع صفحات بلا تعد ولا تحصى وتدفع عليها أموال حتى تعملها إشهار وتنشيط كل ذلك فقط هو عبارة عن واقع غير حقيقي واقع افتراضي يتواجد في المواقع الإلكترونية فقط أما فعلى أرض الواقع خاصة في ظل جائحة كورونا الرئيس خاسر كل أوراقه خاصة أنهم قادوه إلى مقسلة تتمثل في استفتاء تعديل الدستور على دستور صنع خصيصاً لبوتفليقة وقدم إلى تبون لأن كان يدري فتلك هي المصيبة فقد حفر حتفه بنفسه وإن كان لا يدري فالمصيبة بلغت منتهاها وبذلك الرهان على أي شيئة من الرئاسة صار في حكم المعدون الآن الجزائر على موعد انفجار حقيقي المسؤولية من يتحملها تتحملها أول المؤسسة العسكرية التي انقلبت على مساء كان من الممكن أن لا يصل إلى الوضع الجزائري إلى ما هو عليه الآن وخاصة في ظل هذه الجائحة العالمية وهذا الاقتصاد المتدهور والعالم الذي سيتحول إلى وحش كاسر بسبب هذه الجائحة العالمية التي أضرت باقتصاديات دول تعتبر من مجموعة العشرين فضلا عن دولة مبنية اقتصادها للأسف الشديد على ريع النفط فقط إذن القيادة العسكرية الحالية ممثلة في الفريق شنجريحة يتحمل مسؤولية كاملة على هذا المسار الذي آلت إليه الأمور السبب هو إصرارهم وإنقلابهم على خيار كان قائم واستعادة خيار آخر كان قبل 22 فيفري من خلال الاستعانة بعلبة سوداء حقيقية كانت تابعة للنظام بوتفليقة وتحولت هذه العلبة الآن إلى علبة جديدة لصالح قيادة الأركان والسعيد شنجريح رئاسة الجمهورية أيضا تتحمل مسؤولية وذكرنا من قبل العيوب الموجودة في رئاسة الجمهورية عبد المجيد تابون يتحمل المسؤولية لأنه لم يكن في مستوى تلك الوعود التي أطلقها هو السبب سبق وأن تحدثنا عنه لأنه دخل الرئاسة تحت جناح القايد صالح رحل القايد صالح جا جناح واحد أخر يحمل رؤية أخرى فوجد نفسه ممزقا بين مسارين وعود أطلقها في عهد القايد صالح وفي حملة انتخابية كان القايد صالح هو الرجل المهيمن على السلطة أنذاك وبعد ذلك عندما رحل القايد صالح جات منظومة جديدة انقلبت على القايد صالح ورجاله ومساره وكل شيء فوجد نفسه الرئيس لعبة ما بين مسارين متناقذين داخل المؤسسة العسكرية ودفعه ثمنه وسيدفع الثمن أكثر وأكبر مما يمكن تخيله إذا لم نصل إلى انقلاب حقيقي واضح ومعلن سنمر عبر هذا الانقلاب الأبيض الذي يجري بنائه درجة 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 حتى يقنع الشارع بأي خيار يتخذ لاحقا أنه خيار لإنقاذ الجزائر لذلك تبون يغرق ويغرق في نفسه من حيث يظن أنه سيحمي كيانه وسيحمي سلطته وسيأتي اليوم الذي يدفع الثمن مثل ما دفع أبو تفريقة والشارع أو على الأقل نسبة كبيرة من الشارع الجزائري تسفق لهذا الانتصار عندما يتحول طرد من الحكم أو إخراج من السلطة هو انتصار حققته بعض الجماهير أو حققته جهات ستدعي أنها تتماهى مع خيارات الشعب الحراك الشعبي والوجوه التي تصدرت هذا الحراك تتحمل بلا أدنى شيء جزء كبير من المسؤولية وستتحمل المسؤولية أكثر في المرحلة القادمة إذا بقيت على هذا الحال فقط استغلال مواقع التواصل الاجتماعي الدعوة إلى الحراك بدون أجندة واضحة وبدون أرضية وبدون وفاق على رؤية معينة واستراتيجية معينة أعتقد بأن هذا هو هدفهم الذين يدعون إلى الخروج من دون رؤية واضحة هي دعوة إلى الخروج إذا حقق الخروج هدفه فذلك ما يبغون وإذا لم يحقق هدفه دخلت الجزائر في الفوضى عندهم ملف بين أيديهم حتى يواصلوا النظام من أجله فلا يهمهم سوى خروج الناس ما بعد الخروج خليه مفتوح على أي شيء المهم أنهم ينجحوا في تحدي السلطة لإخراج الجزائريين إلى الشارع إذن الجميع سيتحمل المسؤولية الجزائر على موعد انفجار حقيقي إذا لم تحدث عودة عائلة المسار التغييري الذي بدأ في 2019 بوتيرة واضحة وبينة ومدروسة ومعلنة وبكل شفافية ووضوح دون ذلك أعتقد بأن الأمور ستزيد التعقيد فالمؤسسة العسكرية يجب أن تعود إلى وعودها التي أطلقتها عشيد حراك 22 فيفري 2019 من خلال تلك الخطبات التي قدمها الفريق أحمد جيد صالح الذي لم يكن يقدم خطبات باسمه بل باسم المؤسسة التي يقود أركانها وهو نائب وزير الدفاع إذا لم تعود المؤسسة العسكرية إلى ذلك المسار وبتلك الصيغة أيضا وبتصحيح الأخطاء التي كانت قائمة أنذاك تصحيح واضح وبين من خلال حل المؤسسات ومواصلة مكافحة الفساد وما إلى ذلك من هذه الأمور التي طالب بها الجزائريون أعتقد بأن الأمور ستأول إلى ما لا تحمد عقبه أيضا تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية تتكون من شخصيات مقبولة لدى الشارع الجزائري وشخصيات تكون كرجال دولة حقيقيين لديهم تاريخ نظيف نزاهة معروفين بحبهم للجزائر ويقودون هذه الحكومة وهذه المرحلة إلى نحو شاطئ أمان في ظل هذه الحكومة أو حكومة الإنقاذ الوطني التي تكون من شخصيات كما قلت لديها مصداقيتها يتم حل المؤسسات انتخابات برلمانية تشريعية إقامة قوانين الدولة الجزائرية من قوانين الانتخابات بالاستغناء عن العرابة وجماعته هذم الذين أضروا بهذا المسار كثيرا من دون ذلك أعتقد بأن الأمور تتسارع نحو الانفجار إطلاق أيضا مرحلة حوار وطني بين المعارضة والنخب السياسية وبين الشارع الجزائري الذي يجب أن يتم تمثيله في إطار هيئة على مستوى البلديات وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى الوطني وعلى مستوى الجزائريين أيضا في الخار وبذلك تطلق السلطة حوار حقيقي حوار وطني حقيقي ليس عبر الطريقة التي أطلقت من قبل التي لا تحك ولا تسك بل حوار فعلي وحوار جاد تقود شخصية نزيهة مستقلة ليس لديها أطماع في السلطة ولا أصلا هي تبحث عن العودة إلى السلطة نذكر مثلا بين الشخصيات أحمد طالب الإبراهيمي نذكر أيضا اليمين زروار الرئيس السابق هناك شخصيات أيضا مولود حمروش هناك شخصيات معروفة يمكن أن تكون لديها قابلية لدى الشارع الجزائري بذلك تكون هناك حقيقة تهيئة لأرضية تخرج بنتيجة حكومة أيضا مصار سياسي واضح مواعيد سياسية وانتخابية وتشريعية بين قوانين لا تكون جائرة ولا تقاس على هوى الجهة الفلانية والجهة العلانية أعتقد بأن هذا أمور مهمة أيضا تكون خارطة طريق تعلن عن طريق لجنة الحوار أو منتدى الحوار أو ندوة الحوار تعلن عن خارطة طريق بونودها واضحة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تكون بونودها واضحة أيضا يجب أن يرافق ذلك عملية اجتماعية أو نشاط اجتماعي لمساعدة المتضررين الجزائريين من الفقر ومن خلال مراحلة سابقة أيضا من وباء كورونا مثل هذه الأمور مساعدة الناس ونظر بعين الرحمة والرأفة إلى أصحاب المآسي الاجتماعية إلى أصحاب الحقوق المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي الذين تم تردهم وعزلهم بملفات أغلبيتها ملفات مزورة من طرف ضباط الاستخبارات والأجهزة الأمنية في عهد الدياراس أيضا بالنسبة إلى أصحاب الحقوق الآخرين الموجودين في كل البلديات والدوائر أيضا بالنسبة إلى أصحاب القروض يجب أيضا أن تكون هناك سياسة رشيدة في التعامل مع هؤلاء فلا يمكن أبدا أنه في ظل هذا وباء الكورونا تروح الناس تضغط عليهم تحاول تصدرهم ممتلكاتهم من أجل أن يستعيدوا قروضهم وما إلى ذلك كل هذه الأمور يجب أن تدرس من طرف لجنة مستقلة لجنة نظيفة لجنة تتكون من شخصيات لديها باع في إدارة مثل هذه الأزمات ومن دون ذلك فهو وهم في وهم إخواني الكرام هذا ما أردت أن أقوله وأؤكد للمرة الأخرى أن الجزائر على موعد انفجار إذا لم يتحمل الجميع العسكر والرئاسة العسكر تتمثل في عبد الشنغريحة ومن معه من الجنرالات الرئاسة تتمثل في عبد المجود التبون ومن معه من المسؤولين في الرئاسة أيضا بالنسبة للحراك الشعبي والشخصيات التي عرفت كواجهات للحراك الشعبي أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها إذا لم يتحمل الجميع مسؤوليته في إطار رؤية حقيقية ومشروع وبرنامج فعلي جاد لديه مصداقية فالجزائر ستنفجر انفجار لا نظير له وفي هذه الحالة سيندم الجميع يجب أن تكون هناك رؤية حقيقية ناضجة أما حكاية برنامج فخامة رئيس الجمهورية والحكاية تبون لا يملك برنامج ولا يملك رؤية كان جاي للرئاسة باش يدير برنامج القيد صالح راح القيد صالح راح برنامج القيد صالح جاي شنقريحة ببرنامج أخر خلى الرئيس عريان إما أنه ينفذ برنامج شنقريحة وبذلك ينقلب على ما وعده به نفس أو أنه سيبقى عبارة عن اللعبة في يد هؤلاء لن يقدم شيئا وفي النهاية سيحمل كل الأخطاء وكل الخطأ الحديث طويل في هذا الموضوع نكمله بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة